ما بيكتر عيكا بصراحة انا بانوع اه اه لا سنة لكن في امس واحد يقول بصراحة لح يحب البل ويبي يعني يعسف البرنامج على البل صح ولا مو صح؟ شوف حنا في عام الابل اول شيء يا سلام زي اللي لا يا سلام ونبين تواكب عام الابل نبين تواكب مع رؤية ولاة الامر الله ان شاء الله سبحانه وتعالى يشددنا وياهم والابل الحمد لله شيء يعني محبوب والمال وصف كما قال رسول السلام لا يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم وصف المال بالابل حمر النعم وكذلك في الحديث الابل عزن لأهلها وحنا ما نشرت ترى يعني انها اذا ما عرفت الابل ما راح تنجح صح ما في مشكلة يعني هي قد تكون اختيارية على درجات عليها ممكن تخسر هنا تعوض في شيء ثاني فهي مكملة والآن البلد لو تلاحظون الدولة الآن مهتمة في الابل وفي مهرجاناتها ومزياناتها فنريد نشارك نريد نتواكب معها ولا شك انها يعني مثل ما قال رسول السلام عز لأهلها ولا يقنيها الا يعني رجال ولا يحبها الا الرجال وتعلم تعلم الانسان طبعا ما هو بكل صفات الابل لكن لما يصير الانسان يعرف يتعامل مع الابل ياخذ من شوي من الخشونة من القوة لان الناقة كبيرة صعبة تبيلها يعني رجال نشيط يتعامل معها يعرف فالوضوع اختياري وتكميل البرنامج برجعلك في مسألة الابل واصلان ابو صالح يعني متى يعني اقتنى الابل او متى متى تشقوا بها على قولتهم اه صالح صالح التقديم يقول ابو صالح وشاركوني الرابع يقول التقديم على البرنامج هذا ملفت لعل اسم يعني كان له دور كبير ولعل الناس يعني يحبون التجديد تقديم جنتل وتقديم سيكريبت عفوا بزنس اثنين وسيكريبت اثنين وايضا بزنس اثنين كان فيه تقديم قوي لكن الملاحظ في المراجل فيه زيادة في عداد المتقدمين صالح وش رايك في العمل